موسيقى من ملاحظات الدكتور خالد زيادة الهامة حول بداية الاقتباسات الإسلامية من المدنية الأوروبية أن محمد علي تمكن في فترة قصيرة نسبيا من تحقيق إصلاحات استدعى تحقيقها في السلطنة العثمانية أكثر من قرن ولكن بما أن العثمانيين الأتراك سبقوا سائر الشعوب الإسلامية إلى اكتشاف الوجه الجديد لأوروبا منذ ما قبل الثورة الفرنسية أفلا يوجب هذا التساؤل حول أهمية الدور التركي في نشأة الوعي التحديثي العربي؟ أفلا يجوز القول إن محمد علي لم يأتي مصر واليا فحسب بل إنه أتى مزودا بثقافة الضباط العثمانيين المستنيرين ومجسما لطموحات الإصلاح التي تبعت النظام العثماني الجديد؟ موسيقى أمير إلى أن محمد علي كان على معرفة وعلى دراية بإصلاحات سليم الثالث وسليم الثالث هو الذي أنشأ القوات النظامية أول من أنشأ قوات عسكرية نظامية وهو الذي كان راغبا في أن يعني يستفيد من الخبرة الفرنسية وكان حين كان وليا للعهد سليم الثالث الذي استلم السلطة سنة 1789 يعني في سنة الثورة الفرنسية كانت لديه مراسلات مع لويس السادس عشر وكان يأمل بطعام كبير يعني واستفادة من الخبرة الفرنسية جاءت الثورة وأخرت مشاريعه لكنه سنة 1792 أسسا لنظام الجديد وأصبح النظام الجديد يعني زراعة عسكرية المراسلات مع لويس السادس عشر ماذا كان هدفها ماذا كان موضوعها الكلام عن التعاون اللاحب يعني بين العاهل الملك الفرنسي وبين ولي العهد الذي سيصبح سلطانا يعني نعم كان موجودا يعني كان هناك خبراء فرنسيين في في اسطنبول وإذن سليم الثالث أسس النظام وحديثنا هو عن محمد علي الذي أقول بأنه كان الذي هدي رأي بهذا النظام نعم نظام الجديد قوات عسكرية من ألاف الأشخاص والفارق بينه بين هذه القوات والقوات الإنكشرة لأنها قوات نظامية طبعا تتوحد في الزاي وفي التدريب وفي إلى آخره كان علي دراية لكن من ناحية أخرى لماذا استطاع محمد علي أن يكسف الزمن في مصر أعتقد الجواب على ذلك هو في أن المؤسسات التي واجهها لم تكن من القوة بحيث تقف عسرة في وجهه المؤسسة العسكرية الوثمانية التقليدية كانت مؤسسة كبيرة تخلع الصلاطين وخلعت سليم الثالث وأحبطت كل إصلاحاته أما محمد علي لم يواجه مثل هذه المماليك كانوا متأخرين من الناحية العسكرية والمسألة الأخرى المؤسسة الأخرى التي ستطاع أن يقبض عليها هي مؤسسة الأزهر العلماء بينما الدولة العثمانية كان لديها مؤسسة دينية ضخمة فقط ممكن أن نذكر أنها تضم آلاف آلاف من الطلبة الذين يحركهم كبار العلماء للاحتجاج في ساحة اسطنبول إذن هذا يفسر بطريقة ما لماذا استطاع أن ينجز القبض على السلطة في مصر أولا والشروع المبكر بإصلاحاته التي سبق فيها إصلاحات محمود الثاني حادثة ينبغي أن نذكرها هنا أن حين شرع محمد علي بهذه التحديثات ما كان مضطرا لتبريرها من الناحية الدينية يعني لا نجد أن هناك استهزر فتوى لتنشأ ذلك أو استعانى بعالم إلى آخره ولكن محمود الثاني أو سلطان محمود الثاني حين أراد أن ينشئ قوات نظامية اضطر طبعا في البداية إلى أن يضرب ويقضي على قوات الإنكشارية وتأخر في ذلك سنوات عن محمد علي محمد علي قضى على الممالك سنة 1811 تأخر محمود الثاني إلى سنة 1826 حتى استطاع أن يفعل ذلك ولكن حين أراد أن يبرر إنشائه لقوات نظامية قال أن هناك حاكم مسلم قد قام بمثل ذلك لكي يقول أن هذه ليست تقديدا للغرب وبدعة وأطلق اسم الجيش المحمد المنصوري على هذه القوات النظامية لكي يعطيها شرعية ومشروعية وأكثر من ذلك رفع رواتب كبار العلماء لكي يستميلهم ووظف الكثير من صغر العلماء أئمة في الجيش لكي يكسب ولائه ومع ذلك بعد أن قضع الإنكشارية سرت شائعة لدى العلماء بأن مؤسسة العلمية ستكون التالية بعد الإنكشارية وهذا طبعا لم يحصل هذا يفسر لنا هذا الطريقة المختلفة أو الظروف المختلفة للإصلاع في كل من مصر وإسطنبول وطبعا هناك ظروف أخرى في تونس ولبنان يعني ممكن الباحثون يتكلمون عنها هو المحمد علي كان موقفه من الأزهر موقف شديد وطلب من علماء الأزهر العودة إلى التدريس وعدم التدخل في شيء آخر ربما تخففه من أعباء البحث عن المشروعية هو ما ساعده أيضا عدم وقوعه تحت تأثير الفكر هو يعني حين جاء إلى مصر كان جسم العلماء أو يعني علماء الأزهر كان قد يعني وقع في مجموعة من التجارب المرهقة إذا جازت تعبير في قبل مجيء بونابارت إلى مصر كان العلماء متحالفين مع المماليك وليس مع الباشا التركي لأن المماليك كانوا هم فعلا أصحاب النفوذ على الأرض متحالفوا معهم وحتى الجبرت يذكر بأن العلماء صاروا يتصرفوا كالأمرع يعني يأخذون العشور ويؤجرون الأراضي ولديهم أملاك وحتى يعاقبون الفلاحين بالفلقة كما يقول يعني أصبحوا عندهم نفوذ وتمادوا وأهملوا التدريس كما يقول الجبرت وحين جاء بونابارت أرغمهم إلى حد ما على أن يكونوا أعضاء في الديوان وهنا حاولوا الاهتزار يعني كما قال الشيخ الشرقاوي لبونابارت نحن أشخاص ندرس ونعلم ليس لدينا يعني القصوى التي للمماليك ولكن مع ذلك شاركوا في الديوان أصبحوا جزء من الديوان وحين انتهت التجربة الفرنسية وخرج الفرنسيين كانوا قد أنهقوا في مواقف مع ثورات التي حدثت في القاهرة تدخلهم في الشؤون السياسية وشؤون السلطة كل هذا أنهكهم وسمح لمحمد علي الذين بايعوا وهم كانوا طرف الأساسي في مبايعته لكن كان محمد علي حاكما لا شك بذكائه ومقدراته السلطوية فهم أن هذا الجسم منهك بسبب علاقتهم بالمماليك ثم علاقتهم بالفرنسيين ثم تعثرهم في اختيار الحاكم حتى لجأوا إليه لآخره فكان سهلا عليه أن يتخلص منهم طبعا بطرق يعني لنقول أنها سلمية أن أرجعوا إلى أزهاركم ومارسوا ما عليكم أن تمارسوه وهذا الذي حصل عمليا لا نعود نجد ذكر حقيقي لعالم أزهري أو رجل دين أزهري طوال حقبة التي امتدت حتى أواخر القرن التاسع عشر حين ظهر محمد عبدو باعتباره مصلح وليس باعتباره شيخ للأزهر أو إلى آخره ذكرت الفكر الوضعي الذي كان منتشرا بقوة في أوروبا خاصة في نصف الثاني من القرن التاسع عشر وكيف أنه صار الفكر السائد لدى النخبة التحديثية في الدولة العثمانية في الإدارة ثم في العلوم هل كان هذا مقدمة للمنادات الصريحة بالفصل بين الدين والدولة باعتباره شرط من شروط دخول الحداثة السياسية في الفترة في نهاية القرن التاسع عشر كانت الاتجاهات كلها موجودة لدى العثمانيين الأتراك ولدى العرب كما نعلم الاتجاهات الوضعية والاتجاهات الإصلاحية والاتجاهات المحافظة كله كان موجود ولكن تأثير هؤلاء الذين تبنوا الفكرة الوضعية كانوا موجودين على مستوى السلطة لم تكن مطروحة فكرة الفصل لأن هذه الفكرة كلها من صنع فترة لاحقة يعني السلطان ما كان مهتم بأن يكون الخليفة هذا شيء حدث فيما بعد مع عبد الحميد الثاني الذي استنفر فكرة الجامعة الإسلامية وفي نفس الفترة التي تكلم فيها عن الجامعة الإسلامية الأفغانية على سبيل المثال لكن كان هناك نوع منفصل للسلطات وجزء التداخل جسم العلماء يهتم تقليديا في الدولة الإسلامية بمسائل القضاء والتعليم وخدمة الشؤون اليومية يعني صغار العلماء أو صغار يعني جهاز الإدارة الكتاب يهتمونها بالأمور المالية والمراسلات مع الدول الأخرى هذا كان موجود يعني هذا النوع من الفصل إلى جهاز التعبير والسلطان صحيح أنه يعين شيخ الإسلام لكن من صلاحيات شيخ الإسلام حسب الظروف أن يخلع السلطان يعني فكرة أن شيخ الإسلام يحق له أن يخلع السلطان هذا معناته أن فكرة السلطان خليفة ليست موجودة كونه يخلع في فتوى هذا شيء يعني ينبغي أنه نعيد النظر فيه وندرسه على أساس بناء على القواعد وعلى الفقهية التقليدية لكن هل هذا كان قصرا على الدولة العثمانية فقط لم يعرف في تاريخ الإسلام موجود في تاريخ الإسلام موجود ولكن لم يعطى للسلطان نفس القداسة إذا جزت تعبير والقداسة ليست موجودة والهالة التي كانت للخلفاء العباسئين الذين لا يخلعون وإنما يقتلون يعني بمعنى بمعنى أوضح هذا حدث في الدولة العثمانية أكثر من مرة وبالتالي ويكون الخلع عادة بسبب ماذا بسبب أما عدم الأهلية وأما حين خلع أحمد الثالث بسبب أنه قلد الكفار أو يعني لأنه يعني هو تمادى في مسألة بناء القصور وتقليد الأوروبيين البذخ والترف نعم خلع ولم يقتل ولكن أول السلطان قتل هو عثمان الثاني الذي كان سابق لمراد سنة 1622 وكان إصلاحيا كان يريد أن يصلح هذا ما قرأنا عنه أنه كان يفكر في نقل المقر السلطنة إلى أنقرة بدل إسطنبول وكان طبعا يفكر بإصلاح عسكري ولكن ثورة الإنكشارية خلعته وقتلته في جميع الأحوال بالنسبة لمفهوم عدم الأهلية هل هو مفهوم سياسي أم شرعي ماذا كان يقصد؟ طبعا شرعي بمعنى أنت تخلع السلطان شيخ الإسلام يخلع السلطان بناء لفتوى فتوى شرعية إذن وليس بناء لمحكمة دستورية كما يحدث أو لا يحدث الآن في جميع الأحوال هذه المسائل ينبغي أن يعاد النظر فيها أن تقرأ من جديد وتدرس من جديد مسألة توزيع السلطات وحدود السلطة ومدى تمثيل هذه الدولة أنها دولة إسلامية وأنها الخلافة هذا حدث مع السلطان عبد الحميد حين طافت فكرة الجامعة الإسلامية وأغسط تطيع القول بأن السلطان عبد الحميد هو أول من استخدم الإسلام استخداما سياسيا بفكرة أن الجامعة ليس الهدف منها شرعي ولا فقه ولا جمع العلماء وإنما جمع المسلمين خصوصا أن في زمنه وفي عهده أصبحت غالبية التابعية العثمانية هي من المسلمين العرب والأتراب بعد أن خصرت اليونان والبلغان والنم فأصبح أغلب الحم من سوف نعود إليها لأنه لابد من ذكر جمال دين الأفغاني لأنه كان يؤمن بنفس الفكرة وكان يبحث عن عاهل يبحث عن ملك يتبنى للفكرة أيضا سوف نعود إليها عندما نتطرق إلى كتاب الفقيه الكاتب والسلطان سؤال أخير عن التأثير العثماني تحديثا وغير ذلك الفكرة الشائعة عند العرب أن من أسباب تأخورهم أنهم حكموا لمدة أربعة قرون حكما عثمانيا وهذا الفكر سائد في المشرق أكثر منه في المغرب ومصر أيضا تحمل هذه الفكرة هل هناك وجه معقول للقول بأن العثمانيين كانوا سبب في انحطاط العرب؟ هناك بالإمكان للقول ذلك بحدود يعني حدود العلمية التي تسمح لنا بذلك لأن حدث أن مركز السلطة خرج من العالم العربي أيام المماليك حتى سنة 1516 كانت مركز السلطة هو القاهر بديهيا يعني مركز القوة والدولة القوية أن يصبح في اسطنبول على مسافة بعيدة هذا بحد ذاته ثم أصبحت أقاليم خاضعة يعني أيام المماليك كان كان لما يسمى بنائب السلطان نيابة السلطنة كانت كان هناك له شأن كبير إن كان في حلب أو في طرابلس أو في القدس أو في إلى آخره هذا الشيء خسرته المنطقة النقطة الثانية وهذا الشيء ملفت للانتباه أن الذين شاركوا أن الذين دخلوا في جسم الإدارة العثمانية من العرب عدد قليل جدا على امتداد أربعة قرون فقط في الفترة الأخيرة توسع هذا العدد في فترة يعني إشكالية لأنه في فترة التحديث كان طلاب العرب يذهبون إلى اسطنبول يدرسوا ويتعلموا التركية وأصبح هناك علاقات أقوى بين النافذين في دمشق وسلم وحلب مع السلطة ولأن السلطان نفسه هتم بالعرب أخذ منهم مستشارين إلى آخره لكن جوابا على السؤال هناك حدث أهمال من جانب السلطة التي تركزت اهتمامتها في مناطق بعيدة عن بلدان الولايات العربية إذا جاز التعبير وهذا كما ذكرت قبل قليل نجد تأثيره في كتاب ذلك الفترة حول إختلافات بين العرب والروم والروم كانوا يسمون العثمانيين بالروم وكيف أن هناك حساسيات نشأت أيضا في تلك الفترة لأن العثمانيين فرضوا المذهب الحنفي وكانت مصر يعني هي بلد الشافعي وهذا شيء يعبر عنه ابن أياس وهو أمر جانبي بجميع الأحوال إذا هناك حجج للقول ذلك وذكرنا قبل قليل انتقال خطوط التجارة أصلا وعوامل أخرى طبيعية كما يذهب بعض المؤرخين الذين أرخوا لتلك الفترة حول انتشار المجاعات أو انتشار انحسار الزراعة ولكن هذا قد يكون بسبب ضعف الموقع الاقتصادي الذي تسبب بذلك لماذا المسلمون الذين احتكوا بأمم كثيرة الهند الصين بيزنطا قبلا في البداية ثم أوروبا الغربية لماذا مفهومهم عن الآخر الحضاري تقريبا انحسر وتركز على أوروبا الغربية تحديدا هل هو الأسباب التي ذكرتها قبل من الجوار ومن تبادل البشر والحروب فقط أم لأن المد الاستعماري في أواخر القرن التاسع عشر لا اهتمام بأوروبا يعني اعتقد انه هو بدأ مع فكرة الاصلاحات العسكرية يعني أوروبا هي التي تقدمت تقدمت بشكل يعني غير مسبوق لأن هذا التقدم يعني حتى نكون موضوعيين تقدم لم يكن في مجال عسكري فقط حتى العسكرية كانت قائمة على علوم ولهذا السبب يعني حين حاولوا وفكروا بإصلاح العسكرية العثمانية أنشأوا مدارس للمدفعية ومدارس للرياضيات وإلى آخر ثم هناك التقدم في التقنيات والتقنيات التي تخدم الحياة اليومية هذا التقدم ما كان معروفا في الهند أو الصين لا شك أن الصينيين لهم باع طويل في الحضارة وكنا نستجلب من الصين والهند أمور كثيرة لكن هذه الأمور التي ابتكرها الأوروبيون واكتشفها الأوروبيين غيرت نظرة الإنسان إلى نفسه أولا ثم قربت المسافات يعني خصوصا حين نصل إلى القرن بداية القرن التسع عشر والبخار والقطار وإلى آخر هذه الأمور لم تعرفها البشرية من قبل على الإطلاق إذن أوروبا فرضت نفسها على العالم ليس فقط على المسلمين على كل العالم هذه التقنيات كانت مطلوبة في كل أرجاء والدستور الذي يكتب في أوروبا أصبح مطلوبا وفكرة الحرية أصبحت مطلوبا إذن كل هذه الأمور جعلت لأوروبا فرادة ونحن هذا واحد من موضوعات النقاش هل هذه الحضارة إلى اليوم إلى اليوم حضارة كونية أو خصوصية ماذا نأخذ منها وماذا لا نأخذ منها لكن لنكون أكثر واقعية ونقول أننا اليوم نعيش في ظل الحضارة الأوروبية الغربية يعني صحيح أن هناك عطاءات ثابقة لحضارات ثابقة لكن يعني الصينيون يبرعون الآن بما اكتشفه الأوروبيون واليابانيون قبل وكل آسيا التي تقدمت تقدما بناء على العلوم التي طورتها أوروبا والتقنيات التي طورتها أوروبا ليس هناك علم رياضيات صيني ولا هناك علم ميكانيكي ياباني ربما أضافوا في نفس السياق للحضارة الصناعية إذا جاز التعبير هذا شيء ينبغي أن نقرر به وهو غير ما يقال عن حوار الثقافات يعني حضارات هذا التقدم هذا المتكافئة الآن تقدم إنساني الشامي نجده في كل أنحاء العالم متى أدرك المسلمون والعثمانيون تحديدا أنهم كانوا أول الأتراك أول الشعوب الإسلامية التي انتبهت إلى التفوق الأوروبي بتنتبه إلى أن أوروبا ليست متقدمة فحسب في العمران وفي التقنيات وفي العسكري وهي في طاليعة التقدم الإنساني المسألة مثل ما تفضلت هي مسألة دخلنا نوعاً مع العسر الأوروبي منذ ثلاثة قوة دخلنا العسر الأوروبي وهناك فترات مختلفة يمكن أن نتحدث عنها كان في القناعة المبكيرين بأن هناك ممكن أن نأخذها بشكل تلقائي وإذا رجعنا إلى خير الدين رجع إلى مبدأ المصلحة والاستصلاح طبعاً للمذهب المالكي وقال بأن ما يخدم المسلمون يمكن أن نأخذ به ولو كان من شأه ما كان في فترة لاحقة صار هناك فئة جديدة في نهاية القناة التاسع عشر من المتنورين من المثقفين إذا جاز التعبير أصبح لديهم إيمان مطلق بالتقدم الأوروبي ليس فقط التقني ولكن أيضاً الفكري والفلسفي إذا جاز التعبير وهؤلاء الأشخاص عبروا عن أنفسهم بطرق مختلفة إن كانوا من العلميين الذين درسوا الطب واكتشفوا النظريات الطبية وإن كانوا من الذين اكتشفوا النظريات الفلكية وإن كانوا هذا المهم الذين اكتشفوا علم الاجتماع الحديث من أوجست كونت وما بعد والوضعية العقلانية والعقلانية الوضعية وهؤلاء كان لهم تأثير يعني لا يستهان به لغم أن ربما لا تكون لهم الشهر ذاتها للذين طعطوا في شؤون العقيدة أو طعطوا في شؤون العلم هؤلاء كان لهم تأثير في الحياة السياسية وأنا أريد أن أفتح قوسين هنا لأتكلم عن أن السياسة دخلت إلى العالم الإسلامي في نهاية القرن التاسع عشر لم يكن هناك سياسة قبل بالمفهوم الحديث بالمفهوم الحديث لأن السياسة بمعنى إدارة الشأن العام والسياسة بمعنى أن الشأن العام لم يعد فقط محصورا بالملك أو السلطان أو العاهل ولهذا السبب تكونت أحزاب أو بداية الأحزاب مثل تركيا الفتاة التي تكونت بعد العمل بالدستور يعني لنقول في نهاية السبعينات وفي ثمانينات القرن التاسع عشر على طريقة الدكتور خالد زيادة في تأريخ الأفكار وتأصيلها يبحث في مؤلفه الكاتب والسلطان عن أصول المثقف العربي رجوعا إلى القرن السادس عشر وبلوغا إلى العصر الحديث حيث يحدد الربع الأخير من القرن التاسع عشر باعتباره الفترة التي شهدت ولادة شخصية جديدة في المجال العثماني لا هي بعالم الدين ولا هي بالكاتب الديواني إنها شخصية المثقف الذي ينشر الأفكار الحديثة المأخوذة عن أوروبا المثقف الذي ترافقت ولادته مع ولادة السياسة بما هي شأن عام لم يعد حكرا على الحكام إلا أن الفئة التي كانت سباقة إلى محاولة الإضطلاع بدور في مساعي الإصلاح والتحديث هي فئة الكتاب كتاب الإدارة كتاب الإدارة هذا شيء هذا موجود في التاريخ الإسلامي منذ الدولة الأموية والدولة ابن المقفع كان كاتبا وكلمة كاتب فيها التباس يعني لأن الكاتب الآن نقول كاتب بمعنى رواية أو إلى آخره ولكن هي مأخوذة من كلمة الكاتب بمعنى سكريب بمعنى الكاتب الديواني وطبعا لدينا عديد من الكتب الظريفة التي تتحدث عن هؤلاء كان طبعا الفقهاء كانوا ينظرون باستخفاف إلى الكتاب باعتبر أنه ليس لديهم معرفة عميقة في العلوم يعرفون شيئا قليلا من كل شيء ويحسنون الخط والحساب والكلام والتدبيج للعبارات وهذا شيء نجده عند الجحز مثلا عنده رسالة عن الكتاب ثم هناك كتب ليست كثيرة مثل كتاب الجهشياري الذي كتاب عن الكتاب والوزراء وهذا التقليد مستمد ربما من الدولة الفارسية الدولة التي كانت لديها إدارة وهذا شيء حتمي أن يحدث حين تتضخم الدولة وإداراتها فيقوم جسم من الكتاب وعلى عادة عندما نقول ذلك دكتور استفسار عندما نقول أن الكتاب باعتبارها موظف في الدولة يكتبون المراسلات المحاسبات يحافظون على السجلات والدواوين الدواني يعني الإدارة يمكن الرجوع بذلك إلى العهد الأموي باعتبار أن عبد الملك بن مروان أول من عرب الدوان هو طبعا واستعانى ب يعني لم يكن للعرب ربما خبرة في هذا الشأن استعانى بإن كان ابن المقفع على سبيل المثال وإن كان بعمل الحميد الكاتب الشهير عبد الحميد الكاتب اللي هم أصلا من أصول فارسي نعم صحيح وهذا شيء معروف وحتى تلك الفترة لم يكن هناك سكة بمعنى العملة والنقد اللي مضروب عليه باللغة العربية أو ربما كان قليل إلى آخر إذن اتساع الدولة حتى ما وجود هذا الجهاز الإداري وهذا الجهاز الإداري كان نافذا لأنه محيط بالسلطة وكان يعني على عكس جسم العلماء لم يكن منظما لم يكن هناك جسم جسم العلماء يعني بمعنى هذا الجهاز لم يحدث إلى أيام السلاجقة ثم الأتراك العثمانيين لكن قبل كان العلماء ممكن أن يكون تاجرا والمحدث ممكن أن يكون رحالة وإلى آخره يعني كما نعلم ذلك فلا شك أنه طرأت تطورات مع الزمن والخبرات على هازج المهمة مهمة الكاتب ولكن إذا وصلنا إلى الفترة العثمانية نجد أن الكتاب في مصر كانوا من الأقبار على سبيل المثال وفي بلاد الشام كان يستعين الولاد والأمرة بالكتاب من الطواف الأرثوزوكسية ثم الكاتوليكية حين نشأت الكاتوليكية وبعض اليهود كانوا أيضا كتابا وهذا يعني أيضا كان موجود أيام العباسيين في الدولة العثمانية لماذا هل يبالك تفسير لماذا الاعتماد على المسيحين أكثر من غيرهم أنا أظن أنه يرجع إلى التقاليد القديمة وليس إلى أسباب عقائدية يعني ليس إلى أسباب عقائدية ولكن إتقانهم لللغات السريانية ما كانت مطلوبة للغات ولكن ربما خبرات تشوف في الأساس مسألة الكتاب هي مسألة وراسية مثل كل يعني مثل العلماء أبناء العلماء يصبحوا علماء وأبناء التجار يصبحوا تجار وكان الكتاب أيضا لهم يتوارثون الحرب يتوارثون فمنذ زمن بعيد كان هناك اعتماد على جزئيا أو بشكل واسع على غير المسلمين هذا من ناحية لكن في جسم الدولة نفسها كان لابد أن يكون الكاتب مسلما ولو كان من أصول غير إسلامية على سبيل المثال ذكرناه عدة مرات إبراهيم متفرقة كان مسيحيا ودخل في الإسلام مبكرا وأصبح إداريا وكان هذا شبه نظام يصمى نظام الدوشار ما تأخذ الأولاد صغارا حتى لو كانوا غير مسلمين وتدخلهم في الإسلام وتدربهم في الإدارة ليصبحوا يعني يتدرجوا فيه الدولة تقوم بذلك الدولة تقوم بهذا على طريقة ما نصح بأفلاتون يعني وسقرات يعني هو جزء من التقليد العثماني هو تقليد بيزنطي يعني بسبب العشرة الطويلة والاحتكاك الطويل وكلمة عشرة كلمة دقيقة وبسبب يعني أو من أسباب ذلك يمكن القول مثلا بأن منصب شيخ الإسلام لم يكن موجودا سابقا وهو أشبه بالبطريعرك يعني أو بالبابا يعني هذا مأخوذ فكرته على ما أظن ويعني أفهم بأنه هو يعني مأخوذ من فكرة رأس الجهاز رأس ولم يكن هناك شيخ الإسلام بنفس المواصفات أو المعنى أو الصلاحيات التي كانت لي لأن شيخ الإسلام أصبح بروتوكولية مثل الصدر الأعظم يعني شخصيتان الأكبر في الأمبراطورية اللي يسمونها الدولة الوثمانية هم شيخ الإسلام والصدر الأعظم إذن له مقام رفيع جدا تحدثنا عن المملي كان هناك القضاط هو قضاط القضاط وليس شيخ إسلام واحد يعني هو رأس للجهاز ككل هذا هو الفارق يعني بين إذن الكتاب كان لهم دور وهذا الدور يعني حين جاء الإصلاح أو فكرة الإصلاح هم تبنوا الإصلاح كانوا مدافعين عن الإصلاح ولهذا السبب الأسماء التي ذكرناها كانت من جسم الكتاب وليست من جسم العلماء هم الذين يعني دفعوا باتجاه الإصلاحات رغم أنه الإصلاحات أطاحت بهم في النهاية يعني قضت على هذا الجسم التقليدي لقاء إقامة إدارة حديثة نعم متخصصة نعم لم تعد إدارة يعني ديوانية ملحقة بالقصر وإنما أصبحت إدارة عصرية على الطريقة الأوروبية ومن هنا ربما يكون هذا القضاء على هذا الجسم أو أنحلاله هو الذي يعني من هذا الجسم المدافع عن الإصلاحات أو جزء منه على الأقل ممكن أن نبدأ بتلمس ظهور المثقف العربي ظهور المثقف العربي إذا كنا نريد أن نتحدث عن هذا الأمر الآن أقول بأنه صحيح أن الأفكار هي تؤشر لنشوء المثقف العربي ولكن الحقيقة أن المثقف العربي وجد حين وجدت وظائف جديدة تتناسب مع هذه الشخصية وظيفة الكاتب كانت في الدولة والإدارة ولكن الآن حين حدث الصلاحات أو التنظيمات أو التحديثات صارت هناك في وظيفة جديدة للمترجم أصبح هناك مثل في مدرسة الألسر مثلا هذا وظيفة جديدة لم تكن موجودة أصبح هناك مع التطور وظيفة لكاتب يكتب في الصحف للصحافي هناك وظيفة للمدرس العلوم الحديثة هذه الوظائف السلاسة هي التي ارتكزت عليها شخصية المثقف الحديث يعني دعك من الأفكار أفكار مهمة أنه تنويري ويؤمن بكذا ولكن ممكن أن تنويري الموقع الموقع خارج جهاز الدولة هناك نشأت وظائف من يشغلها هو شخصية جديدة لم تكن قائمة من قبل هو الذي أطلقنا عليه اسم المثقة وهذا الذي يعني نجد نتلمسه في لبنان في وسط القرن التاسع عشر ثم في مصر حين هاجر إليها اللبنانيون المتعلمون وأنشأوا المسرح والصحف وإلى آخره والمجلات إذن وظائف جديدة لم تكن موجودة من قبل هي التي يعني أوجدت هذه الشخصية التي تطلبها التحديث وأصبحت وظائف اجتماعية أصبع أنك أنت محتاج إن ترسل أولادك مثلا أو ترسل أولادا إلى مدارس لتدرس الحقوق أو غيره من المواد إذن هذه وظائف لم تكن قائمة من قبل المثقف هنا مستقل على الأقل من ناحية أنه ليس مجبر أنه يشتغل في الإدارة أو يشتغل في جهاز الدولة لدينا يعني الواقع أنه فيما يغلق بالإطار العربي لدينا تجربة تجربة المثقف الذي نشأ في كنف الدولة المصري في مصر وحتى إلى حد ما يعني تونس ليست مثال يعني لكن أيضا كان هناك تونس ولكن المثال على ذكر هذا دكتور على ذكر المرحوم غالي شكري له كتاب ودراسة في هذا وقارن بين التحديف المصري والتحديف التونسي طبعا في القرن التاسع ونقاط التشابه كبيرة جدا يعني نقاط الاختلاف محدودة جدا لكن نقاط تشابه طبعا في تونس لكن بما أنها بلد صغير وليس له دور المركزي في الثقافة العالمية صحيح لكن فكرة المثقف الحر إذا جاء التعبير هو اللبنانية لأنه لم يكن في لبنان وفي هذا المحيط دولة مركزية وعاهل له طموحات كبرى وخصوصا حين أصبح لبنان متصرفية يعني بمعنى نوع من ولاية تابعة ليعين حاكمها من أسطنبول مثل أي والي ولكن يسمى متصرف وينبغى أن يكون مسيحي في ذلك الفترة بعد 1860 بعد 1864 حدث هذا النظام لكن قبل فرد على الإستنبول فرضا يعني قبل بها العثمانيون وتدخل الدول ولكن كان هناك حركة حركة نشطة للإرساليات وللمدارس الأهلية ولترجمة الكتاب المقدس تلك الفترة أشخاص مستقلين يعني وحتى من بينهم أحد الأشخاص الشهيرين على أي حال هو ناصف اليازجي ناصف اليازجي كان كاتبا عند الأمير بشير قبل سنة 1840 ومن المعروف أنه خرج المصريون من الشام وسوريا ولبنان سنة 1840 وحليفهم الأمير بشيري الشهابي خرج من لبنان نفي وطبعا وجد نفسه بيمن غير وظيفة ناصف اليازج فتحول إلى التدريس وتحول إلى ترجمة وبدأ يكتب في العروض وفي المقامات وفي يعني أوغل في العربية الفصحة مثله مثل الكثير مثل البستاني والشدياق وكان ذلك سببه التضلع في ترجمة الكتاب المقدس يعني كان المرسلين الأمريكان يطلبون ترجمات يعتمدونها وكان هؤلاء يعني يعتمدون على القواميس لكي يستطيعوا أن يترجموا وله أسباب أخرى طبعا في مسألة الاهتمام بالعربية لأن روما طلبت من الموارنة أن يقدموا القدديس بالعربية وهذا شيء يعود إلى نهاية الخرنة السادس عشر حين نشأت مدرسة اسمها المدرسة المارونية في روما كان يذهب إليها موارنة كهنة من لبنان ليدرسوا ليتابعوا دراساتهم وبعض البطاركة هم من خريجي هذه المدرسة قبل ذلك بأي لغة كانت القدديس في السريانية هل هذا يفسر نوعا ما اندفار السريانية الآن السريانية لم تكن شائعة مستوى الكلام كانت لغة وكان هناك بعض القرى التي احتفظت باللغة في لبنان طبعا اندسر هذا الكلام ربما القرن التاسع عشر ولكن حتى الآن في قريتان أو بلدتان في الشام قريبة من دمش معلولة يعني يتكلمون أو يعرفون السريانية ولكن منذ زمن بعيد أصبحت لغة دينية لغة التقوص وليس لغة المعاش للتراثيب ما هو حسب رأيك الأكثر ملاءمة لمتطلبات وضعنا العربي الآن هل هو نموذج المثقف المستقل الذي ينتج ويوفر شروط الانتاج بذاته أو في تجمع حرا في مهني أم المثقف الذي يعمل في إطار مشروع دولة تكون دولة حدثية دولة لها مشروع وطني سأجيب على هذا السؤال بطبيعة الحال ولكن بطريقة مختلفة قليلا لأنه برأيي ينبغي إعادة تقويم كل وضعية المثقف في الفترات الأخيرة نستمع كثيرا حين نذكر كلمة المثقف عادة يكون هناك نقض لدوره ويعني تساؤل عما يفعله في هذه الظروف وكذلك أنا منذ مدة قصيرة كتبت يعني مقال أو دراسة صغيرة بعنوان المثقف الدور والوظيفة وأضق الوظيفة والدور نعم قلت فيها حتى يستطيع المثقف أن يكون له دور اجتماعي ينبغي أن يكون بأعباء الوظيفة أساسا لا يكفي أن أقول أنا مثقف ويعني في الآخر مجرد داعي في السوق أو ناشط سياسي الاخير ينبغي أن تقوم بوظيفتك الأصلية حتى يكون لك تأثير وأقول هذا الكلام لأن هناك تدهور للوظيفة الثقافية الوظيفة الثقافية هي أن تكون مسرحي جيد أن تكون سينمائي جيد أن تكون موزيع جيد أن تكون استاذ جامعي حقيقي تقوم بعباء المطلوب منك وأن تكون منتجا هذا حين تكون كذلك يصبح لك الدور وأعطيت مسالين عن شخصيتين هم كانوا وما زالوا ربما من أبرز الشخصيات الثقافية الأدبية في العالم العربي هم جبران وطه حسين لا أعتقد أن أحد من الذين مارسوا الكتابة والثقافية اكتسب شهرة هذين العلمان خصوصا في نصف الأول من أقل العشرين قل بأن أهمية جبران هي بقيامه بوظيفة المثقاف هو لم يمارس سياسة ولم يمارس كان بعيدا أصلا عن العالم العربي وطه حسين برغم أن أنه تسلم جامعة فترة ووزارة لفترة قصيرة لكن ما هي أهمية الطه حسين أهمية الطه حسين أنه قام بوظيفته الجامعية الثقافية على أكمل وجه بمقاييز ذلك الزمع وقوة تأثير نابعة من من قيامه بعباء الوظيف وكل هذا الكلام لأقول بأنه اليوم الوظيفة الثقافية أصبحت شديدة الضعف وغير مأخوذ بها إذا قارننا بين المثقف العربي وبين المثقف الفرنسي والألماني وإلى آخره المثقف الألماني يقوم بأعباء إذا كان أستاذا جامعيا يكون شخص متبح ولهذا السبب حين تطلب منه الدولة أو المؤسسة استشارة يعني تصق بعلمه وبدوره وهو يصق بما يفعله هذا مفقود في العالم العربي نحن حين نحتاج إلى خبير نأتي بخبير أمريكاني أو أوروبي ونهمل خبراء الذين صرفنا عليهم أموال يدرسوا في الجامعات والأمر نفسه يعني يمكن أن يطبق على أمور أخرى وبالتالي أقول بأنه لا دور بدون وظيفة ولابد من التمييز بين الأمر لأننا نخلط يعني نسمع بالعامية أنت مصقف ماذا فعلت لبلدك يعني شو اللي يمكن أن يفعله هذا لذا أنا لا أدافع عن لكن أقول ينبغي أن يقوم بوظيفته الأساسية حتى يكون مسموع الكلمة وبالتالي يصبح له دور هذه فكرتها نعم هو هذا التعبير الشائع وهذا الموقف الشائع المثقف ماذا فعل صارت له صيغة أخرى وهي امتداد لهذه الصيغة بعد الثورات أن المثقفين لم يكن لهم دور في هذه الثورات كأن الثورات في بلدان أخرى كانت قادها المثقفون يعني طبعا تاريخيا لم يقع لم يقع هذا خليني أعمل تدخل الآن تدخل يعني يأتي في نفس الصيغة الأفكار لها دور كبير في الثورات وليس ضرور المفكرين كأشخاص كأفراد وهذا الشيء يعني أنا في مناسبات ذكرته وكتبته وربما كتبته في آخر يعني كتاب اللي تكلمنا عنه لم يعود لأوروبا لأنه أحد النواقص الثورات العربية هي افتقارة إلى الأفكار وبالتالي يعني هناك خلط بين الأفكار والمفكر والمثق الثورة الفرنسية كانت دفعها أفكار ولكن لا دور لرسوم الذي كان قد توفي طبعا أو دالومبير أو الموسوعيين يعني لم يكن لهم دور أو دور شخصي لكن الأفكار كان لها ممتفقة إضافة إلى إنتاجك العلمي الأكاديمي والفكري لك إنتاج روائي أيضا نعم الثلاثية ثلاثية مدينة على المتوسط في الأول يوم كان الجزء الأول يوم الجمعة يوم الأحهاد ثم حارات الأهل ثم بوابات المدينة كان هناك منظن أنها سيرة ذاتية فصححت أنت مرة قلت أنها ليست سيرة ذاتية لكنها سيرة مكان أنا أرى أنها في نفس الوقت سيرة مكان لكنها سيرة ذاتية لأن لأن الجزء نعم بجزء الأول خاصة وفيها مادة سوسيولوجية عن تطور مدينة ترابلوس وعمرانيا وجدلية القديم والحديث فيها ومادة أنثروبولوجية أيضا هي منحصرة بين النهر والبحر العلاقة بين المسلم والمسيحي والمسيحي نعم يعني ربما بدأت هذه المحاولات مع كتاب يوم جمع يوم الأحد والذي كتبت فصول منه دون نية النشر كتاب يعني كانت المتعة الشخصية كان نوع من المتعة وكان هناك شيء إضافي غير المتعة كان هناك في تلك الفترة يعني في مطلع تسعينات القرن العشرين يعني كان هناك يعني أسئلة مطروحة في بلد مثل لبنان خرج من الحرب وإلى آخره وكان هناك أسئلة وجدت أن ليس من الضروري الإجابة عليها أن تكون كتابة أكاديمية أو كتابة بحسية يعني هذا هذه الفكرة مثل حين كتبت المسلم والمسيحي وهذا موضوع لبناني يعني وحين كتبت مسألة العمران أول يعني الفصول التي تتعلق بالمكان والعمران أيضا كان هناك سؤال حول التراث العمراني وهدم التراث العمراني فوجدت وربما هناك سبب إضافي كنت قد خرجت من تجربة متعبة في تأليف كاتب والسلطان وأردت نوع من الاستراحة يعني أخذ مني وقتا هذا الكتاب لأنه يعني ولو عدت إلى بين قوسين إلى الكاتب والسلطان لأنه كل مراجع هذا الكتاب ليست مراجع الشائعة يعني المتداولة والتي يأخذ بها وسلكت فيه مسلكا وعرا يعني رحت إلى أجهزة معدلتا لا أحد يتكلم عنها يعني يتكلمون عن الفقه دون كلام عن الفقهاء يتكلمون عن الدولة دون كلام عن جهاز الدولة وأجهزة إلى آخره هذا مفعط إذن ذهبت إلى نوع من الكتابة مختلفة فيها رحابة أكتر وفيها ذاتية وتصدق نوع من الخيال نوعا أيضا نوع من الخيال وتقول فيها أشياء لا يخدمك البحث الأكاديمي في قولها والشيء الإضافي أنه يعني تمارس نوع من التمرين اللغوي لأنه يعني تستبعك مفردات تستخدمها في الصياغة الأكاديمية أو البحثية جماليات يعني نوع من هذا ولكن يعني أنا أحب دائما حين أذكر هذا الكتاب أنا أذكر الشخص الذي شجعني على جمع هذه الفصول في كتاب وهو سمير قصير سمير قصير كان أنا ذلك مدير دار النشر في بيروت دار نهار في بيروت وكان يعني صديق ولكن وكان آتيا من باريس يعني علاقتي فيه ليست يومية ودائمة ولكن التقيت فيها أكثر مرة وفي كل مرة كان يشدد على ذلك والواقع أنه كان لديه بصيرة تمير قصير ليس في هذا الأمر ولكن في أمور كثيرة ونحييه في استشهاده تعرف يعني هو قضى في قضية عمليا عام 2005 استشهد الشاب إذن هو مزيج من سيرة وتستفيد من يعني علوم مختلفة إنسانيات مختلفة صحيح أنا كنت أدريس الأنتروبولوجيا وفي معهد علوم الاجتماعي وطبعا عندي اهتمام في تاريخي في تاريخ المدينة وأيضا في التاريخ فيعني اجتمعت هذه الخبرات مع بعضها وأنتجت نصا له خصوصية له شيء من نص أدبي شخصيته نص أدبي نعم ويساعدني أنه يعني إلى حد ما غير قابل للتصنيف الضقيق لا هو رواية ولا هو قصة ولا هو سيرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر